صعودا بالعراق على سلم التقارب العربي تمتن بغداد حبل التواصل والعودة إلى الحضن العربي مصافحة عربية خالصة يتصل العراق فيها بشريان التقارب الوثيقة وتحت عنوان القمة الثلاثية الثالثة على المستوى الرئاسي بين العراق والأردن ومصر التاريخ المشرق في العلاقات العراقية الأردنية يتضح بلقاء الشقيق بشقيقه اليوم لقاء يصل فيه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظم للعاصمة عمان فيستقبله العاهل الأردني وولي عهده وبرؤية ملكية تجمع بين القاهرة وبغداد وعمان تنطلق القمة على أساس ثابت لبحث مصالح البلدان الثلاثة وشعوبها اقتصاديا واستثماريا وتجاريا سيما فيما يتعلق بأنابيب النفط اللقاء الذي تخيم عليه مخاوف انتشار فيروس كورونا ترتكز فيه العلاقة العربية على إيجاد حلول للتخفيف من أثاره الاقتصادية والإنسانية الكاظمي الذي يغادر العراق برحلات مكوكية نحو الولايات المتحدة وقبلها إيران واليوم في العاصمة الأردنية عمان يضع خارطة محاربة الإرهاب في سلم أولويات المصالح المشتركة مع الأردن ومصر القمة في عقدها لثالث مرة ترتكز أيضا بتأكيد ثابت على ضرورة تحقيق السلام الشامل والعادل على أساس حل الدولتين والذي يتضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 العاهل الأردني شدد على وقوف بلاده إلى جانب العراق في تحزيز أمنه واستقراره والحفاظ على وحدة ترابه واستقلاله السياسي والتصدي لكل محاولات التدخل في شؤونه الداخلية قمم ثلاث تواصل العزم الرسمي على تحقيق الشراكة على الأهداف الثابتة في محاربة الإرهاب والتبادل التجاري بما يواكب الأزمة الصحية الحالية المتمثلة في مواجهة وباء كورونا ترجمة نانسي قنقر